اهلا وسهلا يا حذيفة صباح الخير عليك وصباح الخير على كل الذين يتابعون عبر صباح البلد في تمام العاشرة دائما على رأس هذه الساعة نقدم لكم جولة من الاخبار المحلية والعالمية عقب هذا الفاصل اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي التقى الرئيس السنغالي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي ماكي سال وذلك بمقر اقامته واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين الخرطوم ودكار وسبول تطويرها الى جانب دفع العمل الافريقي المشترك وقدم رئيس مجلس السيادة خلال اللقاء شرحا لتطورات الاوضاع بالسودان على صعيد تطورات السياسية بالبلاد وجهود ترسيخ السلام بعد قرارات الخامس والعشرين من اكتوبر واكد البرهان خلال اللقاء على اهمية التضامن الافريقي وتحويل مبدأ الحلول الافريقية للقضايا الى واقع يجنب البلاد التدخلات الاجنبية السلبية التقى على هامش الدورة السابعة والسبعين لاعمال الجمعية العامة للامم المتحدة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالرئيس البورندي ايفاريست نيدايشيمي وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبول تطويرها لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية الى جانب القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك واطلع رئيس مجلس السيادة الرئيس البورندي على مجمل تطورات الاوضاع بالبلاد من جانبه بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق والركن عبدالفتاح البرهان برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الاسعود ملك المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني لبلاده وقال رئيس المجلس في برقيته يطيب لي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة ان اتقدم لكم اصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب السوداني باصدق التهاني واطيب التمنيات لكم بموفور صحة والسعادة واكد رئيس المجلس حرص السودان على توطيد وتوثيق اواصل الاخوة وعلاقة التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية قال العميد دكتور طاهر ابو هاجة مستشار الفريق البرهان ان الجهد الذي يقوم به وفد السودان بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالية القائد العام الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان سواء كان في الامم المتحدة او على مستوى الغرب ثماره ليست انتصارا لفئة على فئة اخرى وانما الهدف من هذه الجهود هو مصلحة كل السودانيين والعمل الجاد من اجل ان يجد السودان موقعه اللائق في وسط الاسرة الدولية واضاف ابو هاجة ان ثمار خطاب البرهان ستعود بعد انفتاح السودان على العالم خيرا ومصلحة لكل السودانيين وهي خطوة ستعقبها بشريات وستنعكس على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي شهدت فعاليات الجلسة الختامية لدورة الثانية والخمسين لاجتماع وزراء الاعلام العرب والذي نظمته جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية تكريم الاعلامي السوداني الراحل مصطفى امين اسماعيل المدير الاسبق لوكالة السودان للانباء في فترة السبعينيات وتقلد عدة مواقع في الصحافة والاذاعة والتلفزيون في عدد من الولايات حيث استلمت تكريم نيابة عن اسرة الراحل المقيم مصطفى امين السيد وكيل وزارة الثقافة والاعلامة الدكتور نصر الدين احمد محمد وامتدح دور الجامعة العربية خاصة قطاع الاعلام الفاعل في تكريم الرموز الاعلامية في الوطن العربي والاعتراف بدور عدد من السودانيين في مسيرة الاعلام العربي ويأتي هذا التكريم ضمن خمسة مدراء ومؤسسين لوكالة الانباء العربية موسيقى قام الدكتور جراهام عبدالقادر وزير الثقافة والاعلام رئيس الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء الاعلام العرب بتسليم رئاسة المجلس الاستاذ كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام في جمهورية مصر العربية رئيس الدورة الثانية والخمسين للمجلس وبحضور سيد الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية ووزراء الاعلام في الدول اعضاء جامعة الدول العربية والمنظمات الاقليمية الممارسة للانشطة الاعلامية جاء ذلك في افتتاح فعاليات الدورة الثانية والخمسين لاجتماع مجلس وزراء الاعلام العرب والذي استضافته القاهرة استقبل السيد وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التنفيذية للطوارئ الانسانية والصحية الاستاذ احمد ادم بخيت يوم امس قافلة الدعم المقدمة من سلطنة عمان لمجابهة الكوارث الانسانية التي سببتها سيول والامطار بحضور سفير السلطنة عمان علي بن سليمان ولفيف من اعضاء السفارة كما حضر مراسم استلام الدعم عدد من اعضاء اللجنة العليا للطوارئ الانسانية والصحية هذا وتحتوي القافلة على مواد غذائية ودوائية وايوائية في حدود الاربعين طنم وصل يوم امس جثمان الفنان الراحل عبدالكريم الكابلي الى البلاد من الولايات المتحدة الامريكية وتمت الصلاة عليه بمسجد حسم متولي بعد صلاة الجمعة ومن ثم شيع الى مقابر الشيخ موسى بالصبابي هذا وشارك فيها التشيع والي الخرطوم المكلف الاساد احمد عثمان حمزة والذي خاطب جموع المشيعين وعبر عن تعزيه للشعب السوداني ولابنائه واسرة الفقيد وعدد الوالي اعمال الكابلي كمبدع سوداني متميز وكسفير للاغنية السودانية ونقلها الى مصاف العالمية كما قدم هو وار صفائه الاغنية السودانية للعالمية فضلا عن ذلك فهو موظف خدمة مدنية معتق اخيرا ورياضيا اذخسر المنتخب الوطني للشباب بكرة القدم امام نظيره الجزائري بخمسة اهداف دون مقابل جاء ذلك خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين يوم امس بملعب عمر بالرابح بالجزائر وكان المنتخب السوداني الاول لكرة القدم قد تعادل مع نظيره الاثيوبي صباح امس بهدف لكل انتهت هذه الجودة الاخبارية مشاهدين كرام شكركم على طيب المتابعة ولا نعود مجددا الى حذيفة ليكمل ما تبقى من هذه الحلقة طبعا يتجدد بين اللقاء واياكم في البونط العريض وبقية نشرات الاخبار لان لك الكلمة حذيفة لتكمل ما تبقى من هذه الحلقة تفضل ترجمة نانسي قنقر